موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راح نتكلم اليوم عن بند واحد اثنين المجموعات طبعا كنا نفي السابق هذين المجموعات في المراحل السابق وعرفنا شين هي بس للتذكير شنو تعريف المجموعة هي تجمع من الاشياء المتمايزة المحددة تحديدا تاما ويطلق على هذه الاشياء في المجموعة يسميها عناصر مثلا عندنا حدد ما اذاك في تدرب واحد صفحة 24 حدد ما اذا كان كل مما يلي يمثل مجموعة ام لا وفسر اجابتك لما اقول لكم مضاعفات العدد التسعة الاصغر من 28 اوش انتذكر شنو كلمة مضاعفات اللي هو نضاعف العدد فنبتدي بالتسعة بعدين الثمانتعش بعدين السبعة وعشرين ونكمل بس هو قاعد يقول للاصغر من 28 فاذا من 9 والثمانتعش والسبعة وعشرين هذين ثلاث اشياء طلعناهم من مضاعفات العدد التسعة اذا هني هذي عندنا شي مميز احدد لنا الشنو نيابي مضاعفات العدد التسعة وحددنا تحديد تام الاصغر من 28 فاذن هذا نسميها مجموعة لان فيها تمايز لما نقول ايام الأسبوع أيضا ايام الأسبوع معروفة حق الكل اللي السبت الى 1-2-3 الى يوم اليوم اذا هذا شي مميز محدد لنا تحديد نقدر نعرف شنو اجابته اذا هذا أيضا نسميها مجموعة لما نقول الزهور الجميلة انا هني ما حدد شنو هي ولا حدد شنو نوحا ولا عرفت شنو معناته لما نقول الزهور جميلة وشنهية فما أحد راح يعرف شنه الإجابة بالضبط إذن داما أنه ما في شيء مميز إذن هذه ما نقدر نعتبرها مجموعة لما نقول لعداد الكلية طبعا تذكروا شنه هي عداد الكلية أو طبيعي اللي رمزها طيب اللي تبتدي من الصفر والواحد والاثنين إلى ما لنهاية صحيح أنه هي ممنتهية بس حدد لنا شنه يبي اللي هي لعداد الكلية وحنا عارفين لعداد شنه هي الكلية لما نقول حق الطالب في المرحلة الثامنية شنه هي عداد الكلية راح يقول الصفر والواحد والاثنين إلى ما لنهاية داما أني ما حددت له لي وين راح نوقف بس مع هذا نقدر نسميها مجموعة لأننا عرفنا شنه إجابة السؤال لما نقولك شنه هي العدد الكلية فدام عرفنا الإجابة فإذن هذه نسميها أيضا مجموعة أنزين شنه شروط كتابة المجموعة عشان نكتب المجموعة لازم تبتدي المجموعة بالأقواس بالقوس وتنتهي بالقوس مثل ما هو موجود عندكم بالشكل والعناصر اللي داخل مجموعة لازم كل عنصر يفصلها عن عنصر الثاني الفاصلة عندنا مجموعة مثلا لعداد الطبيعية الصفر الواحد والاثنين ما نحطهم وراء بعض على طول لازم ما بين الصفر والواحد فاصلة ما بين الواحد والاثنين فاصلة كل عنصر هذه نسميها عناصر كل عنصر واللي وراه نحط بينهم فاصلة عساس أن نعرف هذه العناصر في المجموعة طبعا هذه مأخذين أيضا بالسابق مثلا عشان نكتب مجموعة أحرف كلمة سعد سعد مكون من أحرف أنيب نعلم ما هذه الأحرف السين والعين والدال فليح لنضع سين عين دال بدون فواصل ونضع وهو شيء قوس المجموعة نضع السين اللي هو أول حرف من أحرف كلمة سعد ثاني حرف العين لاحظ ما بين السين والعين رح نضع الفاصلة وبعد العين عندنا دال ونضع الفاصلة بعدين نضع حرف أدال ونسكر قوس المجموعة هذا كلّه خذينا في السابق Stunde صغير في حق المرحلة هذه أيضا خذينا في السابق المجموعة الخالية فشن رمز المجموعة الخالية رمزها نسميه فاي واللي هو طبعا المجموعة الخالية المجموعة التي لا تحتوي على عناصر عدد عناصرها يساوي صفر او ما فيها ولا عنصر ورمزها الفاي اللي هو نبتدي نختح قوس وننهي قوس بدون ايشي ما يكون داخل المجموعة هذي او الرمز فاي اللي خذناه في السابق مثلا المتعلمون لما ايا اسألك اقولك كم عدد ما هم المتعلمون الذين يتقلن عمارهم عن عشر سنوات في الصف الثامن وانت عارف بالصف الثامن ما فيه احد عمره اقل من عشرة بهالحال لما اقولك عطل المتعلمون اللي عمرهم اقل من عشرة في الصف الثامن ما فيه طلبة عمرهم اقل من عشرة فبهالحال رح تكون مجموعة خالية فاي رح تقولي ما فيه طلبة فما نقول ما فيه طلبة نقول فاي بالمجموعات عندك مثلا اهم ايضا لما قلوك مجموعة الاعداد الصحيحة الاكبر من صفر والاصغر من واحد وانتعارفين الاعداد الصحيحة اعداد ما فيها كسور ما في نصر ربع كلها صفر واحد اثنين الى ما لنهاية سالب واحد سالب اثنين سالب ثالثة الى ما لنهاية فمن لما اقولك الاعداد اللي ما بين الصفر والواحد كعدد صحيح هل في عدد بينهم ما في شي فما رح نقول ما في شي رح نقول عنها مجموعة خالية اللي هي رمزة لما نفتح قوس نسكر قوس ويسكر القوس ويحط داخلها رمز الفاي هذا غلط هذا معناته أن الإجابة في رمز اسمه هذا الشكل فانتبه لما تقول مجموعة خالية أما تفتح القوس وتسكر القوس بدون ما تخلي داخل أي عنصر أو أنك تحط رمز الفاي اثنيناتهم مع بعض ما ينفع عندنا تدرب اثنين صفحة 25 أي من المجموعات التالية تمثل مجموعة خالية أم لا نشوف أول سؤال اللي هو ألف مجموعة الأشهر الميلادية التي يزيد عدد أيامها عن 31 احنا كلنا عارفين الأشهر الميلادية ما تزيد عن 31 آخرنا 31 إذن في شهر أكثر من 31 ما في شهر إذن شنو هل راح أطلق أقدر أعرف شنو هذا الشهر ما في فاش راح نقول عنها نقول لها ما في لا نقول لها مجموعة خالية إذن نقول عنها مجموعة خالية ما فيها إجابة حقها مجموعة أرقام العدد 220,169 هذا العدد عبارة عن أرقام مركبة مع بعض عرضتنا هذا العدد شنو هذه الأرقام 9,6,1,0,2 بس ما نكرر لاحظة 2,2 ما راح تتكرر مرتين احنا عارفين من شروط المجموعة أن العنصر ما يكرر مرتين فهني عندنا إجابة حقها نقدر نجاوب ولا ما نقدر دائما نقدر نجاوب لما أقول لك شنو مجموعة أرقام العدد هذا راح تقول لي 9,1,6,0,2 إذن هنا فيها إجابة دائما فيه إجابة إذن ليست مجموعة خالية أنزين مجموعة المكعبات التي ليس لها رؤوس نحن عارفين المكعب والمكعب عبارة عن فيه رؤوس اللي هي مثل الزوايا بالأطراف هل المكعب ما فيه رؤوس لا فيه رؤوس إذن ما فيه إجابة معناته أني مجموعة خالية أنزين مفهوم الانتماء اللي هو ينتمي أو لا ينتمي همني أن تذكر لما يكون عندي عنصر أسألك عن عنصر هل هذا موجود داخل المجموعة اللي عندنا ولا موجود إذا كان موجود فنقول عنه ينتمي يعني هو منتمي حق المجموعة إذا ما كان موجود فنقول عنه لا ينتمي دعنا نرى المثال عندنا أربعة موجودة داخل المجموعة هذه اللي فيها عناصرها أربعة واثنين وواحد وخمسة دام الأربعة موجودة داخلها موجودة في المجموعة هذه فنقول عنها ينتمي اللي هو رمزها مثل ما قاعد تشوفون الحين اللي وراها السبع هل موجودة داخل المجموعة اللي قاعد يسألنا عنها اللي هي فيها عناصرها ثلاثة واثنين وستة وخمسة السبع ليس موجود داخل هذه المجموعة فإذن نقول عنها لا ينتمي مثال على السريع لما أقول لك مثلا في دولة الكويت هل موجود مثلا بورج إيفل بورج إيفل ليس موجود داخل دولة الكويت فنقول عنها لا ينتمي إلى دولة الكويت واللي هنا نحط الرمز هذه الفكرة بالنسبة حقه ينتمي أو لا ينتمي أنزل نشوف تمرة واحد صبحت 28 أكمل كل مما يلي بوضع الرمز المناسب ينتمي أو لا ينتمي لتصبح العبارة صحيحة عندنا أول مثال ألف عين هل موجود داخل المجموعة نشوف شن العناصر المجموعة عين وميم ولام في عين إذن هذا العين موجود داخل المجموعة إذن شرح نقول عنه ينتمي عين فعلا موجود داخل المجموعة إذن ينتمي السؤال باء تسعة ينتمي حق المجموعة ونحظ المجموعة انكتبت بطريقة يديدة اللي هي ألف حيث ألف عدد صحيح سالب هذه من طرق كتابة المجموعة أنا ما أعطيك العناصر على طول اكتبك massive في هذا الطريق شن عناصر هذه المجموعة قال لك عدد صحيح سالب عدد صحيح هذا العناصر اللي هي الفرمزة ألف هي عبارة عن عناصر هي عدد صحيح سالب ونحنا عارفين شن العدد الصحيح السالبة سالب واحد سالب اثنين !" ١ مال نهاية التسعة موجبة التسعة هنا عارفين إذن كتبت بدون إشارة معناتها موجبة هل التسعة موجودة داخل هذه المجموعة اللي عناصرها كلها سالبة لا مو موجودة معناته لا تنتمي مو موجودة داخل هذه المجموعة إذا نقول عنها لا تنتمي انتبه على السؤال جيم دقيق معي على السؤال جيم عشان لا تغلط عندك العدل العنصر هذا اسمه 23 هذا اسمه 23 مو 3 و 2 يعني في طلب يحسبونه 3 و 2 هل موجود داخل هالمجموعة هالمجموعة شنو عناصرها 3 و 2 و 1 ممكن واحد يقول ايه فيه 3 و 2 نفس السؤال السؤال 23 و ليس 3 و 2 بالحاله لما قلت 23 موجودة داخل المجموعة لا موجودة عندي 2 و عندي 3 بس بس ما عندي 23 مع بعض فاذا نقول عنها لا ينتمي وايه الطربي يغلطون بالسؤال هذا هذا مثل الفكرة انزل السؤال ده القاف هل هو ينتمي إلى مجموعة احرف كلمة فريق فريق فيه حرف قاف اللي هو اخر شيء حرف القاف اذا فعلا القاف موجودة داخل هذه المجموعة لأن من احرفها الحرف قاف اذا ينتمي السؤال ها 4 هل هذه الأربعة تنتمي حق هذه المجموعة اللي هي ألف عامل أولي من عوامل العدد 20 طبعا كون انه قاعد يقول لي عامل أولي اعنا عارفين معناته فيها عداد أولية داخل هذه المجموعة وانتذكر على السريع شنو هو العدد الأولي هو العدد الذي لا يقبل قسمه إلا على نفسه و واحد الأربعة هل تقبل قسمه على نفسه و واحد لا الأربعة ممكن نقسمه على اثنين بعد فإذا قبل ما نفكر بالمجموعة الأربعة ليست عدد أولي فأكيد لا تنتمي إلى هذه المجموعة آخر شيء رغم واو اللي هو خمسة هل تنتمي حق هذه المجموعة هذه المجموعة عبارة عن عنصر واحد هم انتبه هذه المجموعة فيها عنصر واحد وليست ثلاث عناصر ممكن الطالب يحسب خمسة خمسة وأربعة لا هي فيها عنصر واحد ولماذا عنصر واحد ما فصلنا بينهم بالفاصلة دائما ما فصلنا فاصلة بين كل رغم و رغم فهذا عنصر كامل اسمه خمسة وأربعة و خمسين هل الأربعة موجودة في هذه المجموعة اللي فيها عنصر واحد بس اسمها خمسة وأربعة و خمسين لا إذن أيضا لا تنتمي إلى هذه المجموعة طرق التعبير على المجموعة وهذه وايد مهمة طبعا قبل ما نبلش بطرق التعبير تذكروا شنو لما نقولك العوامل الموجبة أو عوامل العدد الموجبة كلمة عوامل العدد هو عددين أضربه وفي بعض يعطوني نفس العدد بس لما أقولك الموجبة لعداد الموجبة فلما أقول عوامل العشرة الموجبة عوامل العدد عشرة الموجبة معناة شنو عدديني أضربه في بعض تعطيني عشرة أنتوا عارفين واحد ضرب عشرة يساوي عشرة و اثنين ضرب خمسة يساوي عشرة بعد إذن هذا من عوامل العدد ممكن واحد يقول السالب واحد ضرب سالب عشرة لأنه سالب غب سالب صالب موجب يساوي 10 يا أستاذ بس احنا نقول العوامل الموجبة وليست عوامل بشكل عام لما نقول عوامل موجبة عداد الموجبة اللي هي 10 و 2 و 5 تمام الحين نمتقل حق مثال 1 صفحة 26 إذا كانت سين هي مجموعة العوامل الموجبة للعدد 8 وانتبه العوامل الموجبة للعدد 8 فعبر عن مجموعة سين ثم أمثلها طبعاً ممكن التعبير عن المجموعة بطريقتين وحين عطلنا المجموعة هذه عوامل موجب العدد ثمانية ممكن نعبر عنها بطريقتين الطريقة الأولى هي الصفة المميزة وهذه مهمة وراح تشوفونها وايد في المراحل الياية بعد اللي هي اللفظية والرمزية اللفظية اللي هو أساساً اللي هنقول سين تساوي مجموعة العوامل الأولية العدد موجب نفس السؤال هو نفس الطريقة اللفظية اللي هو باللفظ أعطاً لها مجموعة العوامل الموجب العدد ثمانية لما نيع الرمزية هنا بالرموز وهذه ينتبه معي عدل راح نقول سين تساوي ونبتدي نفتح قوس الألف طبعاً هذا حرف من عندنا نحن ممكن نحط ألف بها اللي يكون هذا الألف مو معنات أنه عناصرها في عنصر اسمه ألف لا هو عبارة عن رمز حق العناصر راح تكون موجودة ألف بعدين النقطتين فوق بعض معناتهم حيثوا ألف نقطتين فوق بعض حيثوا الألف هذه موين راح نيبها وقال لك العوامل الموجبة صح للعدد ثمانية انزيني موين راح نيب هذه العناصر من العداد الصحيحة الموجبة أو العداد الصحيحة بشكل عام صح موين نيب عناصر راح نقل العوامل الثمانية العداد الصحيحة اللي هو واحد وهكذا فرح نيب الألف من هذه العناصر موين راح نيبها من عداد صحيحة فرح أقول لها حيث ألف تنتمي لأصاد معناتا العناصر اللي راح تكون في المجموعة راح أيوجبها من المجموعة صاد راح أختارها من المجموعة الكبيرة اسمها صاد اللي هي أعداد صحيحة وبعدين ألف هي عامل من العوامل الموجبة للعدد ثمانية هذه الطريقة الرمزية نعيدها مهمة نبتدي بأي حرف ألف با اللي يكون نقول ألف اللي هو معناته أقصد فيها عناصر حيث هذه العناصر تنتمي للمجموعة صاد اللي هو ألف ينتمي لصاد معناتها حيث أن هذه العناصر التي تقرأ الصيغة هذه سيبلكها من المجموعة صاد التي ستلقاها وبعدين نفسر أكثر أن ألف عام من العوام الموجب بالعدد ثمانية طبعا الآخر طريقة التي عرفناها أول من طرق كتابة المجموعة الطريقة الثانية التي يذكر العناصر وهذه معروفة من السابق التي نأخذها التي نذكر عناصر المجموعة السئسين التي까 طبيعية العوامل الثمانية الموجب واحد وثمانية 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 المجموعة بطلناها بغوس بطلناها بغوس ونتهيناها بغوس التمثيل طبعا كلنا عارفين التمثيل اللي هو مخطط فين رح نحط شكل بيضاوي أو أي منحنة مش رطلنا يكون بيضاوي مثلث اللي يكون ونحط اسم المجموعة أهم شي فوق المنحنة بره المنحنة سين اللي هو اسم المجموعة وعناصرها لازم تكون متباعدة يعني لا تحط العناصر كلها هين بعض حطيتها هين بعض اللي رح يشوف رح يحسبها رقم كامل دائما نخلل العناصر أو العداد هذيله متباعدين عن بعض نشوف حين تمرن اثنين صفحة ثمانية وعشرين عبر عن كل مجموعة مما يلي بذكر العناصر ومرثلها بمخطط فين نين نشوف أول سؤال كألف كاف المجموعة كاف تساوي فتح قوسين حط با ونثلين فوق بعض با حرف منحنة في كلمة سمسم سكر القوس شون قراها أنا أفهمها رح أقراها كالتالي وفهم معه ونتبه معي عدل نقول كاف تساوي عن عنصر البارح أبدله بكلمة عنصر أو عناصر بمخي ونبتلين فوق بعض معنا عبر عنها حيث بمخي حيث هذا العنصر أو العناصر حرف منحنة في كلمة سمسم معناته شون قاعد يطلب مني يقول لي كاف فيه عناصر حيث هذه العناصر أو العنصر هو حرف منحنة في كلمة سمسم شون أحرف كلمة سمسم؟ سين ومين وسين ومين فذنين نكتب حين هذه الأحرف في المجموعة فرح نقول كاف تساوي لا ننسى نبتدي بقوس المجموعة لأن في طلبة ينسون قوس المجموعة وايد نبتدي بقوس المجموعة سين فاصلة ميم لا تنسى الفاصلة بعدين برد أكتب سين وميم مرة ثانية بس هل بالمجموعة يصير أكرر العنصر مرتين ما يصير إذا راح نكتب سين وميم فقط والسين والميم الثانية موجودة فما نكرره راح نسكر قوس وخلصنا هذه المجموعة أنزل وطبعا لا ننسى حين التمثيل بمخطط فن طبعا راح نحط أي شكل أي منحنة بيضاوي اللي يكون مش رب تلتزم بالبيضاوي مثلث دائرة إن شاء الله أي منحنة غير منتظم نحط اسم المجموعة لا ننسى فوق بر المجموعة بر المنحنة اللي هو كاف وعناصرها سين وميم فنبعد ما بين السين وميم لا تخليهم مقراب على بعض أنزل إذا عرفنا حين شوان من الثلاث منخطط فن ني على السؤال بقى عين تساوي مجموعة القام العدد 23 ألف ومية وتسعة وعشرين هذه أيضا سهلة مباشرة السؤال شنو عناصر هذه العدد راح نقول عين تساوي ونبتدي نفتح قوس المجموعة شنو الأرقام العدد هذا العدد عبارة عن أرقام مثل أرقام حطيتهم يوم بعض عطوني هذا العدد شنو هالأرقام اللي حطيتهم في العدد هذا حطينا تسعة أو استخدمنا تسعة إذن عندنا تسعة فاصلة واستخدمنا الاثنين راح نحط اثنين بعدين فاصلة استخدمنا الواحد فرح نحط الواحد بعدين فاصلة واستخدمنا الثلاثة فرح نحط ثلاثة وبعدين ننطر وردنا استخدمنا الاثنين هل الاثنين رح تفاصلة واكتب اثنين مرة ثانية لاحظنا ان الاثنين كتبناها اساسا في المجموعة وقلنا في المجموعة ممنوع نكرر العناصر فاذا ما رح نحط آخر اثنين رح نسكر قوس المجموعة بدون ما نذكرها لانه موجودة في عناصر المجموعة ونمثل ايضا بخطط بين رح نرسم اي شكل اي منحنة مغلق لازم يكون مغلق اهم شيء مثل ما هو عندنا بالشكل ونحط اسم المجموعة عين بره فوق وداخل العناصر نوزعهم شكل متباعد تسعة اثنين واحد ثلاثة السؤال جيم سين تساوي فتح قوس الف نقطتين الف ينتمي الاثات فاصلة الف عامل من عامل من عدد تسعة وسكر قوس بالنسبة لك رح تقول شوية صعب بس شوف شون رح نقراها رح استبدل هذا الحرف اللي حطه في البداية بكلمة عنصر او عناصر وشوف شو رح نقراها رح نقول لسين عبارة عن عنصر او عناصر حيثو اللي هنكتين فوق بعض حيثو هذه الالف تنتمي الى صاد حيثو هذه العناصر مو رح ناخدها من صاد مو صاد كلها رح ناخدها من صاد وهذه العناصر اللي هي الالف رح نشكيل حق بدها عناصر هذه عناصر هي عبارة عن عامل من عوامل العدد تسعة عامل من عوامل عدد تسعة وسكر ما قال لك عامل موجب او سالف عامل من عوامل عدد تسعة إذن شن عوامل عدد 9 تعال تذكروا واحد نبتدي بالواحد واحد ضر 9 يساوي 9 وبعد ثلاثة ضر 3 يساوي 9 صح طبعا لازم تكون نتمكن من جدول الضرب بل حالة عندنا العوامل واحد ضر 3 واحد ضر 9 وثلاثة ضر 3 بس هو قال لنا عوامل عدد ما حدد موجب أو سالب فإذا نقدر ناخذ السالب منها بعد واحد ضر 9 وسالب واحد ضر 9 ثلاث ضر 3 سالب ثلاث ضر 3 إذن راح تكون عندنا عناصر سالب واحد وسالب ثلاثة وسالب تسعة واحد وثلاثة وتسعة ونحطهم بمخطط بين مثل ما شفنا راح نشوف حين بالصورة آخر شيء السؤال رغم دال لام تساوي حيث ها عدد زوجي أكبر من عشرة وأصغر من خمسة عش أيضا هنا عرفنا شنو معناتها عناصر هذا عناصر هي عبارة عن عدد زوجية أكبر من عشرة وأصغر من خمسة عش مو عشرة أكبر من ما قال لك أو يساوي فرح نبتدي من بعد العشرة شنو عندنا بعد العشرة في السلم العداد 11 12 13 14 15 ما راح نقوله وصل لخمسة عش نقال لك أصغر من عشرة خمسة عش إذن عندنا 11 12 13 14 من هالعداد شنو الزوجي منهم ال 12 وال 14 عدل أو معدل بس أمل 11 13 ما نستخدمه للي ليس زوجي إذن لام تساوي 12 و 14 ونمثلها بمخطط الفن اللي هو واضح أمامنا نشوف آخر سؤالها قاف حيث باقي حيث باقي تنتمي لطاء وباقي أكبر من أكبر من 23 وأصغر من أو تساوي 29 وانتبه معاي حين شون معناته معناته باقي القاف هي عبارة عن عناصر هذه عناصر راح ناخذه من العداد الطبيعية تنتمي لطاء راح ناخذه من العداد الطبيعية وليس العداد الطبيعية وباقي شون نقرأ هذه حين أكبر من أكبر من 23 وأصغر من أو تساوي 29 إذن راح نبتدي من بعد 23 اللي هي 24 قاف تساوي 24 25 26 27 28 و 29 لانا قالك وابا هذه العناصر أصغر من 29 أو تساوية أو 29 هلأ كم من 30 ولا لانا قالك أنا بيهمل هني لهني فقط حدد لك ياها إذا نسكر قوس المجموعة إذا نقاف تساوي 24 25 26 27 28 29 ونمثلها بمخطط ذين مثل ما هو واضح نشوف حين تمرن 4 و 5 صفحة 29 رغم 4 عبر عن كل مجموعة مما يلي ذكر الصفة المميزة بالصورة الرمزية عندنا أول مجموعة ألف عناصرها 3 6 9 12 15 إلى ما للنهاية اللي نلاحظ هذه العناصر شنه هي اللي هي كأنه قاعد يبلينا مضاعفات الثلاثة لاحف الثلاثة وراها ستة وراها تسعة إذن قاعد يضاعف الثلاثة إذن يعرفنا أن هذه المجموعة عبارة عن مضاعفات الثلاثة فرح نقول لسين تساوي ألف حيثو بالصفة المميزة ألف حيثو ألف من مضاعفات العدد الثلاثة إذن هذه كافة عليه لأن المضاعفات لا لها رمز معين بالرياضيات فرح نقول مضاعفات العدد الثلاثة لأن المضاعفات لا لها رمز المجموعة باعين السؤال باعين عندنا 2 1 0 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 مهم تقرأ العناصر عشان تعرف لاحظنا بدأ من الثلاثة ونزل ليه سالب 5 إذن حصر لي الإعداد بشكل على طول ورا بعض ما بين الثلاثة وثلاثة إذن هنا عين معناته هي عبارة عن باع حيث هذه الباع عن عناصر ومن قاعد نلاحظ العناصر الموجبة السالبة من صاد باع تنتمي لصاد واللاحظ أنه بدأ محصوله ما بين سالب 5 وثلاثة فالثلاثة الخمسة تنتدي أول شيء لأنه أصغر عدد والثلاثة بالنهاية وألف أكبر من أو تساوي سالب 5 وأصغر من أو تساوي 2 ني على السؤال رقم 5 عبر عن كل مجموعة ما يلي بذلك نفس السؤال بس بالصورة اللفظية ومن ثلاثة مخطط بين عندنا حاء ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة ودعش أيضا نلاحظ هذه العداد فردية نلاحظ أن هذه العداد ثلاثة وراها خمسة وراها سبعة ونعرفين العدد الفردية إذن راح نقول حاء تساوي الأعداد الفردية المحصورة ما بين ممكن قبل الثلاثة واثنين وبعد الثلاثة واثنائش طبعا تمثيلها بشكل فرد مثل ما هو واضح عرفناها بالسابق آخر شيء يبقى قاف عبارة عن ميم وحاء ودال الناحظة هذه أحرف ممكن تشكل منها كلمة اللي هي حمد صح؟ إذن قاف تساوي أحرف كلمة حمد وتمثيلها مثل ما خذيناها بالسابق مثل ما بشكل فرد نشوف شلي نحين آخر تتدرب خمسة اللي هي المجموعات المنتهية والغير منتهية المجموع المنتهية اللي لها نهاية نقدر نخلصها اللي غير منتهية اللي ما رح نعرف وين نهايتها نشوف رغم واحد ألف صاد عناصر مضاعفات العدد العشرة طبعا شنو مضاعفات العدد العشرة عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين إلى ما وقف قال لي أصغر لا ما وقف معناته إلى ما لنهاية إذن هذه الإجابة عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين لها مال نهاية وهذه المجموعة نسميها مجموعة غير منتهية لأنه ما لها نهاية نوقف عليها مهما نكمل رح نكمل ما رح نوقف أنزين بقى عامل من عوامل عدد تسعة هنا عوامل عدد تسعة اللي هي طبعا موجب والسالبة سالب واحد و سالب تسعة و سالب ثلاثة مثل ما أخذينهم ساعة و موجب واحد و موجب تسعة و موجب ثلاثة و خلصنا دام خلصنا إذن نسميها مجموعة منتهية إذن هذا الفرق ما بين مجموعة غير منتهية و المنتهية و نتمنى لكم إن شاء الله كل النجاح و التوفيق ترجمة نانسي قنقر